بصراحة أرودنا بيقول لي أنه هذا اللي جايكم إحنا دائرة الأرصاد الجوية بتقول أنه اليوم يعني بمنتصف النهار راح يكون فيه تغير على حالة الطقس ويصل المنخفض الجوي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة ما قبل الظهيرة تبدأ المملكة بالتأثر تدريجياً بهذا المنخفض فحبيبنا شادي بعثلنا بهذا الفيديو بيقول لي هذا مبارح الساعة 12 بالليل بقبرص خلينا نشوف الفيديوهات ونشوف شو اللي جاينا مشان تعرفوا يلا طبعاً برق ورعود هذا الفيديو الأول المتوقع طبعاً منتصف هذا النهار أنه وصلنا هذا المنخفض هنا في فيديو ثاني يعني واضح فيه كمية الأمطار الهاقلة فرّجوا يعني إذا تلاحظوا غزارة المطر فإن شاء الله يا رب إنها تكون سقيا خير دعواتكم جميعاً إنها تكون سقيا خير لأنه خلال الأيام الماضية كان في حالة غبارية حقيقة أزعجت الجميع حتى الشجر هيك معتم ومغبر فتيجي هذه الأمطار إن شاء الله سقيا للأرض سقيا خير ومنكرر دعوتنا اتباعاً لتقرير إخواننا بدارة الأرصال الجوية الناس اللي ساكنين في المناطق المنخفضة بالأودية يعني أخذ الحيطة والحذر فيما يخص الاستعداد لهذا المنخفض الآن هو مش طويل حسب نشر الدارة الأرصال الجوية يعني يوم السبت بنا المفروض أن يبلش ارتفاع بدرجات الحرارة بنسبة بسيطة ولكن حبينا نعطيكو يعني نسبق الجميع بهذه الصور الواردة من قبرص فكل الشكر والتقدير لحبيبنا شادي الكايد وأكيد العزيزة الغالية راني الزومة